اشتركوا في القناة لقاء الخميس من ملك وكتابة لقاء الاثنين عفوا من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 728 تأتي في ظل ظروف كثيرة متلاطمة لكن هذه أبرز عنوانها مقالي ومقاله وداعا فارس الكلمة والمواقف الغربال ولا يزال الاشتباك مستمرا بعض متلسانه الاهل نعمة والشموه الحمراء عن عمر سلطان باشا لكن أسرار الملك عن الرحالة العاشق وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة باش مهندس استهلالية والميدالية الزهبية خير الله كل ما شوف النادي الأهلي وكم الأمواج المتلاطمة على رأيك والعوائق والموانع التي توضع في طريقه والتي بصلابة يتجوزها الأهلي واحدة تلو الأخر وأخيرا طبعا الحكم بتاع صديقنا العزيز وأخونا الوزير العمري فاروق ويعني اعتماد نجاحه نائبا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبقا لرؤية ورغبة الجمعية العمومية ولكن ما مات لها من تشابه وكنت جايبه شكلك كده يعني هتستطرد في هذا الأمر أن في مشاكل ما زالت معلقة كيف سيتجاوزها الأهلي كل ثقة النادي الأهلي قادر بحلوله الذاتية على تجاوز أي عوائق طيب المونس عدل أشار إلى الحكم المهم جدا والمنصف للجمعية العمومية للنادي الأهلي ولإدارة النادي اللي أدرت العملية الانتخابية بكل الاحترافية والمهنية والقانونية السليمة فكان هذا الحكم المهم من محكمة القضاء الإداري بالأمس واللي قضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلام فوز الأستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قدم طعن وتضامن معه النادي الأهلي وكلف الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة طلب العمري في طعنه بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعواه وطلباته احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت طبعا هو دعا الحكم جاء ليضع اللبنة الأهم والأخيرة في استقرار هذا المجلس وينطلق بكامل تشكيله يعني يزلوا السطار عند هذه النقطة ويمضي الأهلي ليتجاوز عقبة مقبلة أخرى كل التوفيين إن شاء الله لمجلس الإدارة مكتملا بقى بإذن الله في أداء مهمته لخدمة النادي والخدمة الحركة الرياضية كلها بإذن الله تعالى يمكن قبل الدخول في تفاصيل كثيرة يبقى التوقف مهم مع مقالي وما قالوا ودعم فارس الكلمة والمواقف الحياة ما ينفعش المقال يكون عن حد أكثر من واحد من أسخن وأقوى وأفصح المقالات رحل صاحب المقال الجريء رحله عن دائرة الدوء ترجمة نانسي قنقر رحم الله الفقيد الكبير والصديق العزيز والزميل الذي كانت له مكانة خاصة في قلوب الجميع وصاحب الاندفاع فيما كان يراه حقا وصوابا بصرف النظر عن أي اختلافات في الرؤى مع الآخرين لكنه كان قناعاته بيوجهها بمنتهى القوة والجرأة وأنا الحقيقة أستاذ إبراهيم تربطني بالراحل الكبير وأسرته يعني صلاة شخصية من هنا أولا بنعزي ابنه مندو اللي كان لعبا في نشيء النادي الأهلي والفريق الأول وبنعزي طبعا والدته أستاذ هادية المستكاوي شقيقة الأستاذ أستاذ حسن حسن المستكاوي صديقنا العزيز بنعزي الجميع لأن حتى إبراهيم اللي كنت بشوفه من خلال كلماته الساخنة الساخبة في مقاله الشهير في الأهرام واللي كنت أحيانا تتابعوه على شاشات البرامج والتلفزيون هو ده إبراهيم اللي كنت تتقابلوه في أعداته الخاصة مع أصدقائه يعني ما كانش راجل بأكثر من حالة ولا شخصية رحمه الله وألهم أهل الصبر والسلوان الحياة لأستاذ إبراهيم حجازي يعني مدرسة مدرسة في النقد الرياضي مدرسة في الكتابة الصحفية مدرسة في المواقف الشخصية والإنسانية وأزعم يعني أنه ما في حد ظهر في السنوات الأخيرة في الساحة الرياضية النقدية امتلك شجاعة موقف ووضوح رؤية وصدق الموقف زي الأستاذ إبراهيم حجازي عليها رحمة الله النهاردة المفرقة العجيبة القدرية أنه يرحل يوم 3 يناير وده نفس يوم صدور مجلة الأهرام الرياضي المولود الشرعي لإبراهيم حجازي 1990 مصر راحة كاس العالم أخذ إبراهيم حجازي النقد الرياضي الكبير على عاتقه مهمة إصدار الأهرام كمؤسسة صحفية عملاقة وتاريخية إصدار مطبوعة صحفية رياضية أسبوعية اتساقها مع الحدث بتاع وصول مصر الكاس العالم وتفجر الاهتمام الشعبي بالرياضة والكورة طلعت أخبار اليوم أخبار الرياضة وطلعت الأهرام الرياضي إلى أهرام الرياضي الأهرام الرياضي صدرت يوم 3 يناير وده نفس اليوم اللي رحل فيه النهاردة ذكرى وفاته أو ذكرى صدور مولوده للصحف الكبير وأنا ليه أقول لكم ده واحد من أهم المشاريع الصحفية في تاريخ الصحفة الرياضية في مصر لما أقول لكم هذا المشروع اللي أصدره الأستاذ إبراهيم حجازي وتبناه ودفع عنه وكبره ورعاه واستمر لغاية النهاردة ينجب الكثيرين للمهنة والصحفة الرياضية لولا إبراهيم حجازي عليها ألف رحمة ونور ولولا الأهرام الرياضي كان عشرات من النجوم اللي النهاردة بيشغلوا مواقع مهمة في الصحة الرياضية والإعلامية ما كانوش موجودين قدم من خلال الأهرام الرياضي نخبة كبيرة للنقد الرياضي والصحفة الرياضية وللإعلام الرياضي في مصر الأستاذة مع حفظ الألقاب أستاذ محمد سيف الدكتور ياسر عيوب أخونا العزيز خالد توحيد عليه رحمة الله يسر الفخراني الأستاذ نبيل عمر أستاذ نصر الأفاص بصوا أسماء كبيرة ومرورا بالأستاذ محمد شبان رئيس التحرير السابق ثم الأستاذ خالد عب منعم رئيس التحرير الحالي والأخونا عب منعم القسطة وعدد كبير حتى من الأجيال المتجددة في الساحة الرياضية والنقدية اللي كانوا كلهم خريجي مدرسة الأهرام الرياضي لمؤسسها ومنشئها الراحل الكبير العظيم الجميل النبيل إبراهيم حجازي إبراهيم حجازي يا رشموندس في خلال عمله النقابي ما في زميل كان عنده مشكلة في مرض في أي مناسبة إلا لما تلاقي أول واحد واقف جنبه ويدافع عنه ويسنده إبراهيم حجازي باستمرار كان نعمة السند ونعمة داعم لكل زميله في أبناء المهنة أداءه النقابي كان بيخليه ياخد أعلى الأصوات في كل انتخابات يدخلها ولو شاء أنه يدخل نقيب للصحفيين لن تخب بإجماع لأن الحقيقة بين كل النقابيين في نقابة الصحفيين ما كانش في حد أكثر خدمة للصحفيين وأكثر التساقا من الصحفيين وأكثر حرصا على مشاكل الصحفيين وحلها خاصة في المواقف الإنسانية أكتر من الأستاذ إبراهيم حجازي مسيرة متدفقة في العطاء في الإخلاص في المواقف بقولك شجاعة الموقف تساوي إبراهيم حجازي وضوح الرؤية تساوي إبراهيم حجازي لدرجة أنه من فرط شجاعته ومواقفه أسس منهج أبا شواندس في الانتخابات في الانتخابات كان بينحاز وكانت عنده وجهة نظر هو الصحفي بكل الخبرات المتراكمة عنده لو ما تحمسش لوجهة نظر معينة مين اللي يتحمس طبعا دي وجهة نظر لها وعليها لكنه ده كان من شجاعته ومن وضوح مواقفه ما عندهش موقفين ما بيتكلمش في ظهر حد ما لهش مواقف بينية شديد الوضوح والصرامة والصراحة عشان كده أعتقد نعته الكلمة الصادقة ونعاه الموقف النبيل النهاردة جنازة الأستاذ إبراهيم حجازي تحولت إلى مظاهرة في حب هذا الرجل وفي توديعه إلى مثواه الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى الحقيقة قبل ما نغادر هذه الفقرة أعجب الحاجة ما قاله الأستاذ إبراهيم وما يقول كل إنسان يتحدث عن الأستاذ إبراهيم حجازي هو ما يتبقى من الإنسان عند رحيله ألا وهي ذكراه فلما تكون ذكراه بهذه الجودة التي تفوح عطراً يبقى فعلاً رحم الله هذا الراحل العظيم ويعني كل من يدعو له نتمنى أن نكون من أهل هذه المكانة عايز أقول لك من المواقف الشجاعة التي كان فيها أنا لما استهد نفسه وعشتها معاه في بداية التسعينات كان الأستاذ إبراهيم حجازي الأمين العام لربطة النقاد الرياضيين المصرين والعرب هنا وكان المقرر الأستاذ حمد النحاس عليه رحمة الله فجأة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أو الاتحاد العربي للألعاب الرياضية حب يخترق ربطة النقاد الرياضيين المصرين والعرب ويحول الربطة العربية بدلاً ما هي كيان صحفي تابع الاتحاد الصحفين العرب يخليها تابع للاتحاد العربي للألعاب الرياضية زي لجنة الحكام ولجنة المعلقين وكان وقتها لخلاف بين الأستاذ إبراهيم حجازي والأستاذ عثمان السعد الأمين العام للاتحاد العربي للألعاب الرياضية اللي كان بيرقسه وقتها سمو الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله وضوح موقف الأستاذ إبراهيم حجازي ما فرقش معاه مين يرقس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية ولا إيه حجم نفوذه الأستاذ عثمان السعد فلا معاه حاجة واحدة إنه ربطة النقاد الرياضيين المصرية تخضع في المظلة العربية للاتحاد صحفي ما تخضعش الاتحاد الرياضي ما تكونش نواة أو جزء أو جزئية من الاتحاد العربي للألعاب الرياضية دخل ساعتها الانتخابات تحت هذا الهدف كان فيه آخرين من الرابطة المصرية مناصرين للأستاذ عثمان السعد وللتوجه بتاعه إنه ياخد الرابطة المصرية يخليها تابعة للاتحاد العربي للألعاب الرياضية عشان تفضل تحت إمرة الاتحاد الرياضي لا إبراهيم حجازي بمواقفه تصدى لده وأعلن عن موقف شديد الوضوح ودخلنا معاه الانتخابات في المكتب التنفيذي فكانت النتيجة إنه انتخب الأستاذ إبراهيم حجازي باكتساح كبير وانجحنا معاه خمسة من أخباره اليوم في المكتب التنفيذي كان معاه في الأهرام فقط الأستاذ إسماعيل البقر علي رحمة الله ومن الجمهورية كان الأستاذ جمال هليل والأستاذ خالد كامر ربنا أديهم الصحة وكان من الأخبار العبد لله والأستاذ جمال الزهير وشوق حامد وأيمن بدرة وأحمد سعد بص دي مجلس يرأسه واحد أهرامي كبير وعضويته الخمسة كلهم من أخبار اليوم لكن في دورة كاملة الحقيقة قد إيه كان الأستاذ إبراهيم حجازي شديد الوضوح في مواقفه شديد الصرامة في الدفاع عن قيمة الربطة المصرية والصحفين الرياضين المصريين مهما كانت الضغوطات الخارجية ولا المحاولات ولا غيره لا أشهد وهو في دار الحق أنه كان نعم النصير للموقف ونعم الشجاع في مواقفه ونعم المساند لزميله ألف رحمه نور على الأستاذ إبراهيم حجازي اللي نعاه مجلس إدارة الأهل النهاردة في بيان من الكابت المحمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة وقيادات النادي نعو رحيل هذا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الحقيقة لحتى لما نضم للعمل التلفزيوني كلكم فاكرين برنامجه في دائرة الضوء قد إيه كان على عفويته وعلى تلقائيته وعلى وضوحه في مواقفه كواحد من أبطال حرب أكتوبر الحرب الفضل إبراهيم حجازي يعتز بدور مصر فيها ويدافع بقوة وغيرة وحماس عن التراب الوطني وعن قيمة الجيش المصري ألف رحمه نور على الأستاذ إبراهيم حجازي يا رب هم السابقون ونحو بإذن الله بهم لاحقون ألف رحمه نور على الأستاذ إبراهيم حجازي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم الجديد النهاردة في بداية بقى بطولة كاس الرابطة ودي البطولة الجديدة لربطة الاندية المحترفة اعلنت عن تنظيمها استغلالا لفترة توقف الدوري أثناء كاس الأمم وهي بطولة تنشطية لكن ربطة الاندية المحترفة عشان الكثير من الروابط المحترفة في الدول الأوروبية الكبيرة بتحاول تطفي على هذه البطولة الجدية الكافية وتحاول تخصص لها جوائز مالية وجعلت المشاركة فيها الزمية يعني 18 نادي اللي مشاركين في الدورة الممتاز من حقهم أو اللي زمن عليهم المشاركة في كاس الرابطة باشموندس اللي أجريت قرعتها النهاردة مبدئيا الفكرة رأيها كيف فيها؟ الفكرة يعني شكلها أن بدل الاندية ما تقعد فضية وكل نادي يحاول يدور على المشاركة والدية حنعمل لكم دورة تنشطية على هدف عشان تاخد شيء من الشكل التنافسي الفكرة مش وحشة لكن كمان أنا مش عادل الاندية تاخدها بجدية ندي بطولة بقى وتبقى فيها صراعات خاصة في غياب الدوليين يعني ابتدوا من الناس من دلوقتي تتكلم عن لسان الاندية المجموع دي ضعيف والمجموع دي قوية وكلام ده ما لا أظن النادي الأهلي صرح ولا غضب في الأهلي عشان المجموع ولا الكلام ده يعني لكن أنا بس بيستوقفني ما ينفعش تعمل بطولة زي دي وتقول لي جوازها 3 مليون جنيه مليون ونص للأول ومليون للتاني ونص للتالي لأن أي فرقة من 3 دول 250 للرابع 250 للرابع أي فرقة من دول تكلفة المشاركة في هذه البطولة أضعاف هذه الأرقام إذا كنت جاي برعاة يبقى وفي 100 ألف لكل نادي مشارك بعد كده بس ده كلام برضو إيه برهيب دي يعني طب افرد أنك كسبت البطولة دي هتصرف كم مكفآت للأجهزة الفنية واللعيبة هتصرف مبالغ يعني يجب تسويقها بشكل يعني إذا كنت عايز تعمل حاجة قوية وتقول أنا عملت شيء تنفسي مش ضروري تكسب منه لوحدك يعني شوف بقى يعني ما أنت بتدي البطل الدورة عندها ما أنت ما بتديروش يا سيدي ما تديش ما تديش لكن ما ترحش تقول أنا اديتك مليون جنيه تعال ألعب على مليون جنيه مليون جنيه يعني يعني حتى لو كان الهدف فني أن أنت في فترة ما هو فني يبقى أصلي الترويج للبطولة ندي هنعمل بطولة قوية هنحط لها جوائز وحنحط لها كلمة جوائز كانت بتاخدنا في سكة أن حنشوف فكرة جديدة بقى في تسويق هذه البطولات يعني أنت المليون ونص دون مساء تلعب ماتش سوبر اهو ماتش واخد بالك لكن لما تلعب لي دورة فيها شوف كل مجموعة تلعب كم ماتش وبعدين كان ماتش في الأدوار اللي بعد كده عام تفرز بطل كل دي إزعاعات وبس تلفزيوني ورعاة يعني لازم الجازة تبقى عادينا عظم مسابقاتنا المسابقات المصرية والدوري المصري دوري قوي الكل بتفرج عليه دلوقتي داخل وخارج مصر يستاهل جوائز كبيرة يستاهل إن احنا نقول لعشر وعشرين مليون بطل نسوأ نفسينا بشكل أقوى ونبطل فكر مهودة ہیں معترضين على إن اتعاد الكرة كانوا ياخد الكيكة معظمها لوحده إحنا عايزين بقى نشوف فكر جديد يعني أنا على قد ما بحي الرابطة وعلى إ Tianna بحي مواقف وبحي يعني الاتزان اللي بيطلع في تفسير المواقف بتحى وابا لكن شوية خاب أملي عندما أعلنت جوال إزازية المسابقة لكن إذا كانت من ناحة الفنية هتدي حرية بقى من خلال منافسات شبه جدا يبقى نجرب لعبتنا ليه لا؟ نجرب الصعيدين ليه لا؟ نجرب الناقهين نجرب الناس اللي مش وقده فرص تلعب لا دي فرصة ذهبية وقد يستفيد منها النادي الآلي كإعداد لكاس العالم للأندية في تجربة الغير الدوليين أصبحنا مش عارفين يعني هم اللي حيشيلوا الليلة في الآخر ولا إيه فمهمة هي بطولة من ناحية الفنية أنا شايفها فرصة كويسة ويجب أن يتعامل معها الجهاز الفني في الآلي من هذا المنظور منظور أنك أنت بتحط يدك على حاجات كتير جدا قبل الصفر بتلعب مرشات قوية بتشوف كمان تدي الناس مسئوليات وتجهز يعني أنا دايما يعني أقول النادي القوي وزي النادي الآلي ما يكون عنده البدائل المتقاربة في المستوى كل فطر توقف يجب أن يعاني اللاعب الدولي عند العودة أن يجد له مكانة من خلال رفع مستوى مش هنقول المدلاء لأن ولا الصف التاني لأن الحقيقة أي واحد من الناس اللي موجودة دي كان قبل كده هو في المتخب في صف الأول هو اللي كان موجود مكان للناس دي فهو ما فيش صف أول صف تاني في الآلي هو في صف فيجب أنك أنت لما ترجع وأنت هترجع تعاني بعض الإرهاق تجد ناس وقفة على رجلها تستطيع انتزع تنتزع الثقة في أنها تقدر تحسن تمثيل النادي الآن هو ربنا يعني رزقنا بال من وجهة نظري ما عرفش يحيب بوصلها إزاي جهاز الفني أنا مش هكون يعني في مكان أحد أجاني بقولك هي فرصة أن إحنا نستعد جيدا من ناحية الفني أما الجواز والكلام ده دي مش جواز صراحة طيب يعني هي لو على الجواز آه مطلوب أن الجواز تكون أكبر بس أننا نبدأ فكرة أننا نبدأ نأسس بطولة جديدة بفكر جديد في فترة فيها توقف ده شيء إيجابي جدا يتم تسويقه بحيث حق عوايد تكفل جواز كبيرة ده مطلوب بس قبل كمان هذه البطولة الجديدة مطلوب إعادة النظر في جواز الدوري جواز الدوري الممتاز اللي أنت بتلعب سيزن كامل 34 مباراة في الآخر بتاخد لقب شرفي ده كلام ما ينفعشي في وجود ربطة محترفة فنتمنى أنه يعاد النظر في تحديد وتقدير جواز كبيرة تليق بالدوري المصري وعرقته وتريبه مسابقة كاس مصر أقدم المنسبقات اللي موجودة ثم كأس الربطة كواليد جديد هقول لحضراتكم يعني هو فيه أفكار كتير بالنسبة لجواز الدوري الممتاز أنت الولاي بتسوق بتاخد نسبة بتوزع جزء منه على الاتحاد وبتوزع جزء منه على المناطق وبتاخد جزء للربطة وتدي الجزء الأكبر للأندية يوازو على بعض ما تعمل إن شاء الله واحد في المية من الحاجات دي ولا اتنين في المية وتخصصوا من أنه يبقى فيه جايزة مالية محترمة للمسابقة الدوري عندك مسابقة قوية خلي الراعي يعني أنت الراعي اللي بتفعله 200 مليون ولا بتاع لو دفع 10 مليون جنيه جواز لذيه البطولة بحيث أن أنت تدي لا عشرين مليون تدي عشر للأول وتدي خمسة للتاني وتوزع الخمسة الثانيين على بقية المراكز يبقى كده أنت عامل مسابقة لا تقدر الاندية تشعر أنها بتلعب وبتاخد من عرقها برضو طيب القرعة اللي حضرتكم شايفين جوانب منها اللي أجريت النهاردة وزعته 18 نادي على 3 مجموعات بالقرعة كانت في المجموعة الأولى الأهل اللاعب جي في المجموعة التانية معاه المقاولين والبنك الأهلي والجونة واسموحة والإسماعيلي افتكروهم المقاولين والإسماعيلي والبنك والجونة واسموحة دي مجموعة الأهلي المجموعة الأولى فيها بيرامدز والاتحاد والمقاصة وإسترن كامباني والمصري وفيوتشار دي مجموعة بيرامدز المجموعة الثالثة فيها الزمالك وإمبي وطلاع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كلوباترا وفاركو عندك تعليق على الأوراق؟ عند تعليق بس على موقف أنت ختم الأول والثاني والثالث عم تطم على رؤوس مجموعات طيب إفريقيا أنت اعتبرت أن التالث هو بيرامدز نظرا لأن كان فيه توقيت معين لجي يتبيع بيل بطولة لو اتأخر يوم كان سموحة هو اللي بقى التالث فأنت التالث بتاع الدوري حقيقة الأمر مين؟ يعني الترتيب أخر السنة كان مين؟ أول تاني تالث مين؟ سموحة سموحة طب أنت حتيت فيوتشر على رأس مجموعة بناء على الترتيب الإفريقي ولا ترتيب يعني إزاي؟ وبعدين أنا كان رأيي أنت الأول الزمالك والتاني الأهلي التالث مين؟ اعتبره هو فيوتشر بيرامدز بيرامد قصلي اعتبر الرابع بقى كان لازم يبتدي بالعكس بقى تاخد بالترتيب بتاع السنة الفاتت الرابع تروح يبقى طب ما هو ممكن فيه فرق ما كانتش موجودة السنة الفاتت زي فيوتش وفرقه دول اللي تعمل عليهم قرارة على التالتة دول ما يكونش استند في الميزان الفني للفترة اللي فاتت للسابع أسابيع اللي تلعبوا ترتيب الأندية لغاية السابعة ما فيش حاجة كده في الدين الوضع الحالي ما فيش حاجة كده هو ده المنطق الوحيد اللي موجود لانه لو رحل السنة اللي فاتت هلقى فيه فرق نزلت وفيه فرق جد أيها أستاذ فرهيم الفرق اللي نزلت دي أيها يقابلة فرق طلعت من نفس كويس فيوتشار وفرقه دول التلاتة هتعبل بينهم قرارة على المجميع يعني فاهم ازاي معنينة وعلي أقولك حاجة ده مش معناها ان ده نقط بوجهات نظر طيب احنا بنقدمها ربما اذا كانت فيها شيء من الوجهة يستفد منها للتجارب القادمة لكن انا بحايل رابطة على انها بتحاول تفكر بره صندوق شوي طيب جدوا المباريات الاهلي بقى وشي كويس ان المباريات معظمها بالنهار ساعة اثنين ونص الدور والساعة خمسة للمغرب لانه يتيح الفرصة في الفترة المسائية لمشاهدة كاس الأمم لان انت في الاصل عمل البطولة اثناء كاس الأمم فمش هتحط ما تشغل كاس الرابطة في فترة كاس الأمم بالنسبة ما تتفرجش على دي او دي فكان كويس انه تم تحديد الموعيد الخميس 12 يناير خميس اللي جاي ان شاء الله 12 يناير الاهلي هيبدأ مع الجونة ده على ملعب الاهلي ده ملعب الاهلي اللي هيتحدد لحقا اذا كان هيلعب في ملعب الاهلي والسلام والاسماعيلي اليوم الاثنين 17 يناير الاهلي والجونة هيبدأ ساعة 2 ونص الاهلي والاسماعيلي يوم الاثنين 17 يناير هيبدأ ساعة 2 ونص برضو في ملعب الاسماعيلي هيحدد ايضا يوم الجمعة الساعة 5 الاهلي مع المقولين في ملعب الاهلي يوم الخميس 27 يناير الساعة 5 الاهلي وسموحة ده ملعب سموحة يوم الاحد الساعة 2.5 الأهلي فيما لعبه مع البنك الأهلي إذن الخميس 12 لغاية الحد 30 بالضبط 18 يومها باش مهندس في 18 يوم هتلعب الخمس ماتشوات حلو قوي بس ليه كلام المراد بقى للناس والسوشيال ميديا والأهلوية والنقاد مش عايزين نضغط مش اللي أهلوية بس كل الأندية الحقيقة ما تضغطوش على الأندية ها علشان يبقى فيه جرأة فيه الاستفادة من هذه المباراة يجربوا بقى العناصر يعني أنت عندك مثلا فيه ناس ممكن أنت بعيس تشوفها من الناشئين الصعدين وفيه لعيبة الفترة الفاتت مش واخد فرص مش واخد فرص لا دول حياخدوا يعني بقية الفريق الأول حياخدوا طبعا لكن أنت عندك لعيبة مش عايزة أتذكر مين عشان مظلمش حدي يعني وكان هنا يحضرنا أنا أنا شخصيا يعني محمد فاخري يعني عايزة شوفه بقى في معترك قوي لازم أنا باجي به مثال فيه زيه كتير يعني لازم يبقى فيه الاستفادة من من المباريات دي في أن تخوض مصابقات قوية وفي نفس الوقت متى الشيء الهم النتائج يعني وبالعكس ده أنت ممكن تجرب الطرق اللي أنت شوية بتلام عليها لأن الناس مش حفظاها ما أنت عايز الناس يعني تهدأ شوية تهدأ خلينا نطلع بالفايدة الفنية يعني افرد أن أنت عايز تجرب طريقة ربما أنت في دماغك منتري اللي حتلعبه في كاس العالم مش عارف حتقبله مين لحد الوقت فاللي حيبقى المتاح قدامك معظم القوام اللي هم الموجودين معاك معظمه فأنت عايز تجهزهم بالطريقة دي اللعبة دي بالطريقة دي وكويس أنه يتقلك أنك فيه معاك فرق قوي ما عايزين معانا فرق قوية على فكرة عشان هو ده اللي حيخليك تقدر في الاحتكاك تقول أنا أنا أمام فريق جيد أقدر أعمله فأرجون يستفد من هذه الفطرة بشكل جيد وهي هتبقى في كل الأحوال فيها تسلية هتشوف أنها هتنجح إن شاء الله طيب إذن في 18 يوم من يوم 12 ليوم 30 إلالة يلعب الخمس مرشات الجونة الإسماعيلي المقولين سموح البنك الجونة الإسماعيلي المقولين سموح البنك إيه اللي يحصل بعد كده دور الثاني أنت بتصعد أول كل مجموعة إذن الأول عن كل مجموعة بيصعد طيب دول ثلاثة ياخد أحسن التواني من الثلاث مجموعات إيه بقى دول الأربعة هيوصلوا للدور قبل النهاية الأربعة هيوصلوا للدور قبل النهاية إيه اللي حيتلعب في شهر يونيا وهنا وهنا دي نقطة يعني محتاجة تحسم شوية ليه وأنت هتلعب في شهر يونيا باشواندس خلال فترة التوقف هل هيسمح بمشاركة الدوليين الدوليين مسألة متغيرة بمعنى أنك أنت النهاردة واخد من الأهل ست لعيبة واخد من الزمال الكام من بيرومتز كام من بقية الأندية عنصر أو عنصرين طيب في الفترة دي الأهل رجعوا لنص دول يشاركوا ولا ما يشاركوش يا أستاذ إبراهيم هي دي طولة يعني ما نقدرش نقول أيوة لا أصلاك أنت ابتدت بشكل ماهم كلهم قيمتي كلهم فيه غيابات رجعت وفيه ناس تانية عاد غيب لا ما فيهش مشكلة دي إذن يشارك فيها مع كل فريق اللعبين المتاحين في وقتها المتاحين في وقتها وده كان لازم بس يتنص عليه لأنه أنت حتلاقي بعد كده ولك لا فيه إخلال بعض التكاظر وإخلاق بإيه فين اللاحة بتاعيت بتكافؤ إيه بتاع إيه بأمرت إيه وتكافؤ إيه هو التكافؤ إن أنا يبقى عندي عدد لعيبة دولية أنا محروم منها أكتر منك ما فيش كده اللي يقول هذا الكلام الحقيقة يبقى عبث ده الاتحاد ممكن يبحث أو الرابطة تبحث إنه اللعيب الدور ده ممكن يتلاقى ببرا مصر في تسويق كمان إضافي بهذا تبدأت تعمل عوائد أفضل لكن ده أنت بتستفيد بلعيبتك اللي بتديد بها الموسم ده أنت لو جاء لك لعيبة حتى في فترة الانتقالات من الحال تضيفه يا سيدي ما نبقاش كده قوي حطين على طول العصاية في العجلة طيب المركز الأول بياخد مليون ونص المركز الثاني بياخد مليون المركز الثالث بياخد خمسمية والرابع بياخد 250 ألف جنيه وكل نادي مشارك في البطولة هيحصل على 100 ألف جنيه الرابطة هتتحمل تكاليف الحكام والفار والآن ديها مش هتتحمل أي شيء في هذه الأعباء الرابطة بتنظم وتدير هذه المسابة بكل اشتراك فيها زي ما قلتلكم إجباري طب أنا عندي افتراح أستاذ براي يعني هو لو كان قال أن 50% من الإرادات بعد خصم المصروفات تخصص جواز للأندي للبطولة وال50% بعد خصم المصروفات للرابطة مش أكثر عادلا لكل الأطراف لا الربطة تخسر ولا تغامر والأندي تبقى كمان بتحاول أنها تعمل مطشات قوية وربما تساعد في جلب رعاة وأنا شاف أن كده يبقى حتى الجايزة غامضة شوية لحد ما يبان أن حجم الرعاية إيه والناس تندفع إزاي وأنا رأيي هي كده يعني يا ريت الفكرة دي يتم تطويرها شوية بحيث أن وانت لما بعد ما تصرف كل حاجة تقل 50% مما تبقى من إرادة والأندي أيا كان محتاجة بقى الرابطة المكتب التنفيذي للربطة كان يعلن هو سواها بكام ما هو أحنا أندي أقترعه لازم يعلن ولازم الأندية تلح في أنها تطلب كده مشكلة الأندية مع الاتحاد إيه الجارب الإقصادي أنت متساق فيه مالك شرار طيب أنت معك رابطة بتمثلك يدفعش تكرر التجربة بنفس الطريقة لو في تواصل كل الناس حتستفيد طيب إدارة المسابعات في الرابطة بتقوم بالقرعة زي ما قلتلكم حضر مندوب الأندية المشاركة البطولة بنظام المجموعات 18 نادي يصعد من الدور الأول للنادي اللي حصل على المركز الأول من كل مجموعة بأفضل نادي حصل على المركز الثاني يحصل فريق الفائز في المباراة على الثلاث نقاط الطرفي المباراة على نقطة واحدة في حال التعادل بنفس النظام طيب الترجيح بعد كده أنت حتيجي تقول لي مين الأول بناء على إيه الجزئية المغرز اللي دايماً وأبداً بنوع فيه إيه قواعد الترجيح عند تساوي ناديين في عدد النقاط بالذات هنحدد مين اللي هيصعد أول المجموعة لأنه الأول بس اللي هيصعد وأحسن تواني أحسن تاني من الثلاث مجموعات فعشان تبقى المسألة واضحة وظاهرة للكل قبل البطولة ما تبدأ الرابطة بتقول أنه مبدئياً أول ترجيح عدد النقاط طيب فيه فرقتين تساوي في عدد النقاط أول قاعدة مباشرة المواجهة المباشرة بينهم إذن فيه ناديين تساوي في الآخر كل واحد فيهما عنده 15 نقطة طيب عملوا إيه مع بعض كأول نقطة كأول نقطة الترجيح كانوا تعدلوا مع بعض نبص على فريق الأهداف طلعوا متساويين يتبص على اللي سجل أكتر إيجابية التسجيل تساوي فيها يتم إجراء أرعى إذن اللي الناس تفتكروا في حال تساوي فريقين على المجموعة يحتكم مباشرة للنتيجة المواجهة المباشرة فيما بينهم ترتيب النادي الحصل على المركز الثاني في الثلاث مجموعات يطبق نفس ترتيب النادي الحصل يعني القاعدة دي يعمل بيها بنفس الطريقة على صاحب المركز الثاني اللي انت هتختاره الثاني والثالث هتمشي بقى كم مش هتاخد الثالث هتاخد الثاني من الثلاث مجموعات فهتبص على الثاني في المجموعة دي وبعد كده إقصائية لا مش إقصائية وبعد كده الدورنا قبل النهائي إقصائي لكن أنا أكلمك على ترجيح الفرق اللي هتصعد في حال التساوي هتاخد عدد النتيجة المباشرة اعتبارا من الدور الثاني اللي هو قبل النهائي لو الوقت الأصلي انتهى بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي ده في الدور الثاني في النصف النهائي وقت إضافي ثم ضربات ترجيع يتم تحديد موعد مباراة قبل النهائي والنهائي قبل شهر من إقامة البطولة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وحتة خارج جمهورية مصر العربية تؤشر إلى أنه في رغبة أنها ممكن تروح أي دولة عربية طبعا إفرد اللي أربع فرق لقيت أن الفرق اللي هي أنت صنفتها من الواحد للرابع هتبقى طبعا مباراة قوية جدا نعيب وهتبقى تتعمل تعمل إراد محترم وحيبو ثلاث مطشات أنت مطشين قبل النهائي ومطش نهائي شوف دعنا هي تجربة ومش عايزين نقصه على أي حاجات نعتبرها جديدة يعني من وجهة نظرنا كان كده وليه ما عملتوش كده يعني دعيبا نعم التنظير نحن بنقول بنقول اللي كان ممكن بنقول لا مقترحات لنا ادعي أن هي أحسن حاجة ربما يستفد منها وربما لا وإذا لم يستفد منها ما إحنا ازعلنين طيب الشروط العامة بقى للبطولة قالك تطبق جميع عقوبات لقاحة المسابقات خاصة في العقوبات على الفرق المشاركة في المسابق تستقل حالات الإنذارات والطرد التي تتوقع في مسابقات الدوري كمسابقة منفصلة وتستقل الحالات التي تتوقع في مسابقة كأس الربطة كمسابقة منفصلة يعني فيه واحد آخر مباراة له في الدوري كان واخد انظارين المفروض يتوقف فقر المباراة مش هيتوقف كأس الاتحاد أو كأس الربطة مش هيخلش بالعقوبات بتاعت الدوري. كاس الربطة منفصلة. عقوباتها تبقى خاصة بيها. وعقوبات الدوري ايضا مش مؤثرة فيها. يعني حد في اخر مباراة الطرد. هنستقنف مسابقة الدوري. هيلعب الدوري. لكن هيتواف في اول مباراة لكاس الربط. اه توقع. اه. اه. الا في حالة. اه. العقوبات. الادارية. الانضباطية. اه. مش الادارية. اذا اتخذ ايقاف شهر ايقاف سنة. الانضباطية يعني ايه. اه. يعني واحد ضرب واحد. اعتداء على الحكم. اه. عقوبة. انضباطية. اه. العقوبات الانضباطية. اه. زي العقوبات اللي بتخضع. لتحقيق خاص. وعقوبات خاصة. اه. في الحالة دي. ممكن يتوقف في المسابقة الرسمية بتاعت الاتحاد. اه. عايزين. عايزة تتوضح كلمة الانضباطية دي. يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب اي مباراة. بناء على التوصية من الجهات الامنية. او اذا رأت ان الملعب غير صالح من الناحية الفنية. سواء لسوء حالة الملعب او لاي سبب اخر. ويحق لكل فريق تسجيل تبديلاته الخمسة. ولا تحتسب اي تبديلات تجرب بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة. يعني بتستبدل خمسة بشرط ان انت تستبدلهم في ثلاث مرات تغيير. مش هتوقف المباراة خمس مرات عشان كل مرة تغيير واحد. الخمسة دول تعملهم في ثلاث مرات. بما يضاف اليوم فيما بين الشوطين. على الفكرة وده اللي ماشي في الدوري. في الدوري. نفس النظام. يلتزم كل نادي بحضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي اللي بيتبع المباراة. ولا يحق للنادي ارسال اي فرد من افراد الجهاز الفني اللي ينوب عن المدير الفني. الا في حال تعرض المدير الفني للايقاف او الطرد. دي قواعد تنظيمية مهمة. وشروطنا تمنى ان شاء الله ان هي تقودنا الى مسابعة كويسة رشمندس. يكون نواه لكاس ربطة قوي. هي في كل الاحوال وجهة نظر يعني. لا ينبغي ان تتطور لتصبح بطولة رسمية. لا ينبغي. حتى تستطيع ان تحقق الفايدة الفنية منها. وايلا لو بقت بطولة رسمية. هتضيف عبء جديد على جدوى للمسابقة. وعبء جديد على اهداف الاندية. ونبتد نخش في دي بيت. وهنا بقى هيقول لك المرميع على اي اساس. وهنخش. هنخلق لنفسنا مشكلة جديدة. تزود من زحمة الانتزامات. حتى لو بقت في وجهة نظر تسوقية انه اتحاد الكرة عنده مسابقة الكاس مصر. والاندية عندها مسابقة الدوري. وربطة الاندية تعمل مسابقة تضيف لموارد الاندية. ما هي ربطة الاندية مسكة بمسابقة الدوري يا سيد زبراهيم. هي معنية بالدوري. لا معنية بكاس مصر ولا معنية بالمنتخبات. وخلي بقى لك انت المرة دي الربطة لقيت وقت فين. في فترة الاقافة الدولية. وبتلعب من غير الدوليين. الشروط دي كلها لو بقت بطولة رسمية. مش هتجادها. هتبتدي تخلق لها مساحة زمنية تضيف عبء على الكرة المصرية. طيب. بمناسبة العبء ده. وصيرت حاجة كده في المؤتمر الصحف اللي كارلوس كيروش مبالح. لانه قال. انا كنت اتمنى استمرار مسابقة الدوري لغاية تلاتين او واحد تلاتين يناير. وان انا فجأت بعدم اداء الاهلي وبرامدس وبقية مباريات الاسبوع حتى التوقف. كان رد له سيد احمد دياب رئيس ربطة الاندية. انت بتقول ده المين. كده معنى كلامه. انت بتقول ده المين يا خواجئ. انت المفروض بتبلغ اتحاده الكورة. واتحاده الكورة بيبلغ الربطة. عايز. قال له اتحاده الكورة بلغنا في الاجتماع اللي انت كنت حاضره. انه سطوب بالغاية يوم سبعة وعشرين. وان الاجندة الدولية تبدأ يوم سبعة وعشرين. الرابطة قالت لك احنا نفزنا اللي انت وقلته في الاجتماع اللي انت كنت حاضره. ان ما انت قلت ده المين بعد كده. هل انت قلت الاتحاد الكورة والاتحاد ما بلغش الربطة. كيروش. اه. انا قلت لك قبل كده هذا الرجل يتعامل بتعالي على الكورة مصرية. لما يجي يقول لك انا متخب مصر كان قدامي ورقة بيضة. ده جاي بيبتدي كورة القدم في مصر من الزيرو. جاي بيعلمنا. من الزيرو. اه. ودي نتيجة انه مجاش لقى اتحاد. اه. قابل شخص مسؤول عن من قبل الفيفا عن ادارة المسابقة. اه. فهو ممثل الفيفا مش ممثل لكورة مصرية. اه. قال له يا الله بينا انا مشيط لك الاستلم. قال له انا مش عارف ايه عندك كذا كذا كذا. قال له طب حتحسبني عليه. قال له يا عم كاس العالم. على الاعتبار ان يبدو ان ما كانش متأكد او كان متصور ان كاس الامة مش هيتلاعب. اه. فقال لك بطوط العرب بطولة يعني غير رسمية قوي. ولما انها السنة دي اه رسمية. طب. اتحاد الدولي يطلقها. طب. فالوضع غريب جدا. بعد يجي اقول لك ورقة. يعني ايه ورقة بيضة. انت عندك تيجي. هنقول لك ادي منتخب مصر اهوت. شوف عايز تضيف عليه مين وتستبعد مين. انما ورقة بيضة دي لما نيجي نقول احنا ايه. قررت دولة اه. مش عارف ايه. اه. 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 اقتحام مجال كرة القدم وانشاء اتحاد. وجايبها مدير فني يرتب لها المصابقات ويرتب لها المنتخبات. فيقول لها طب وريني بقى كده هتعملي ايه. وريني الناس اللي عندك وانا هعملك منتخب. نتفرج النهار ده كده. يعني ايه ورقة بيضة. ما. كلام لا يليق بالكرة مصرية. هذا نوع من التعالي. والرجل ده قال كلمة في الاخر. لسبت اليه. الله اعلم. ما هو ده مظبوط ولا لا. انه هو يعني. اذا تأهل الى كأس العالم ستكون بمثابة نهاية مشواره التجريبي. ده كلام مهم جدا. لانه الرجل كمان قال كلام اخطر واصعب من كده. هنتعرض له بعد الفاصل. اعلم بحضراتكم من جديد. ده كان يمكن كل الكلام عن كأس الرابطة وعن الظروف اللي جاية. لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال. ولا يزال الاشتباك مستمرا. قبل الاشتباك يا سيد إبراهيم. كنا بنتكلم على كرهوش. انا لفت نظري حاجة مهمة جدا جدا. محدش تكلم فيها خالص. الراجل أثناء المؤتمر قال لك انا لو وصلت كاس العالم. هتبقى خامس كاس عالم أوصله بفرق مختلفة. ودي يعني كفاية عليها كده. وانا كده بطلت كرة وتعشت. ودي تفصل لك دماغه بالضبط. هو بصص لنا ايه. كرهوش جاي عم من ماتش اعتزاد. في مصر. كرهوش جاي حقق اهدافه. مش اهدافنا. يعني كرهوش عايز يوصل للمرة خمسة. ولا كده كده بطلت وحققت اهدافي. هنجيب الفيديو بتاعه في الجزية دي على فكرة ده مهم جدا. اه. اه. لان هو هو حاجة غريبة جدا. هي دي اهدافك. لكن احنا اهدافنا انه عندنا فريق قوي. عندنا شكل محترم في المحافل الدولية. عندنا منتخب له قوام واضح زي ما كان. يعني احنا بكل خلافاتنا السابقة مع الاجهزة الفنية السابقة واخيرة كابتن حسام البدري. كان خلافنا على اسلوب لعب. على عدم استغلال التوقفات بشكل جيد يحسن من ترتيب المنتخب المصري ودفعنا ثمنه. وعلى الاداء اللي هو يميل للدفاع ولا مش عارف ايه. لكن جيه الاخ كرهوش رحمي بعتر الكوتشينة. ومسك وراء بيضاء وابتدى اقول من اول السطر. انا كل اللي جاي له يا جماعة خلي بالكم. انا جاي عشان اوصل كاس العالم وبطل. طب احنا مش هنبطل يا مصر كرهوش. فين اهداف نحن. ده كلام مهم. الاشتباك هنا فين يا جماعة. الجزئية الخاصة بالقالي وكاس العالم الانديهو دي هنجيلها. بس الجزء الخاص بالمنتخب. قبل ما نشوف شكل هذا الاشتباك وعطفا على المهان سعد لي قاله. هو الراجل لما ييجي يقول انا مش هدفي في كاس الامم. الفوز بالبطولة. ومش رايح انافس على البطولة. وما اتفقتش على كده. هي دي المصيبة ما اتفقتش على كده. وعادي ما بينصش على كده. ولما اتفقوا معايا اتفقوا معايا على ان انا اروح كاس العالم. هي فكرة ان احنا نروح لكاس العالم. دي غاية ولا وسيلة. يعني احنا عايزون نروح كاس العالم. بس عشان نبقى دولة اهلة لكاس العالم. ولا نروح نقدم نفسينا للعالم ان احنا عندنا كرة حلوة. ان احنا بنعرف نلعب كرة. ان الدولة مصر دولة فيها كرة متقدمة. رايح اعرض نفسي واعرض بضعتي ولا رايح اقول سامو عليكم انا جيت. بطريقة ان انا مجرد اروح واعرض اعمل تكتلات. وزهق الناس مني. والناس تقول ايه الكرة ده? وتتدايق مني لدرجة انه الفيفا بعد كده غير قانون اللعبة علشاننا. فكرة ترجيع الكرة لحارس المرمى. ونقعد نقتل الوقت. في ترجيع الكرة للجون. بعد كاس العالم تسعين. غيروا قانون اللعبة علشاننا. فاحنا رايحين نقدم نفسينا. ولا رايحين نبهدل نفسينا. ازا كنا رايحين كهدف ان احنا نروح كاس العالم. من غير ما نقدم صورة كويسة عن الكرة المصرية. لا بلاها احسن. خلينا هنا. لكن المفروض انه كاس العالم فرصة ووسيلة في معرض دولي كبير. تقدم من خلاله مستوى التطور اللي انت وصلت له في كرة القدم. مش الهدف فقط الوصول. فاذا كان الاتفاق مع الخواجة. بس عايزين ناخد تأشير كاس العالم. فنضحب كاس الامم الافريقية البطولة اللي احنا عندنا رقم قياسة فيه. هو افصح يا سيد براهيم هو جاي ليه. يعني كيروش الذي صنف انه مدرب عالمي. وكان تقريبا مبطل. وجبته والناس يقول لك ازاي كيروش مر المتخب مصر ووفي ازاي. اترين الراجل جاي يعمل ماتش اعتزال. يعني عايز يجيب هدف يدي له مبرر. انا بطل بقى كده. وانا عملت كل الانجازات اللي انا باحلم بيه. لكن هو موصش لأدفنا احنا. احنا اهدفنا انك نجيب مدرب عالمي. اذا كان هو مدرب عالمي. يطور. اداءنا. مفيش مان يعني يقدم لنا اتنين او تلات لعيبة جداد. لكن انت روح تجيبت ايه. يعني بعد شوية. انت روح تجيبت اكبر اللاعبين السنب في الدوري. والحقته. يبقى انت مفيش تجديد هنا. يعني انا مش عارف كتالوجه ماشي ازاي. هل هو بيجيب. واستبعدت الناس اللي انت اعتمدت عليها في البطولة العرب. ده العرب. يعني الف يصل الاثنين. مش في الاربعين. وبعدين كلام انه هو مخدش غير خمسة عشرين. بعدين الدوله ثلاثة. وبعدين فيه كلام انه هيخلص من التلاتة الدول تاني. هستفر بالخمسة عشرين. اه. يعني زي يقولت ايه. تحس ان الدنيا كده مش محكومة. او كل واحد يعني بياخد قرار بمعزل عن التاني. يعني انت اللي بقول خمسة عشرين. يا كنت نقشته خودة تمانية وعشرين. ودي استراتيجياتنا احنا. احنا معك ثلاثة احتيات استراتيجي. موجودين معاك. هم دول اللي يعني هيعملوا لك اللعب التدريبي. وبعدين انت لقدر الله انت متاش عارف هناك اخبار كورونا ايه. انت ممكن تحتاجهم ولا مش ممكن. وبعدين تخيل نفسك اللعيبة يا استاذ ابراهيم. كل شوية الناس تقولك ايه. طب انت برا. الاربعين. لا انت جوه. طب انت مسافر. قبل السفر. لا يا حبيبي. انت مش معانا. طب احنا بنتكلم في حقك. هذا كلام ما ميديش ثقة لللعيبة. انا مش شاف ان فيه لعيب في المنتخب مصر. يعني بيدي احسن حاجة عنده. يعني حطهم واحد واحد. مفيش حد بيدي اعلى مستوياته. غير السلية قبل ما يصاب. غير. حتى مفيش لعيب. مفيش لعيب عارف رأسهم رأسهم الرجليه بحيث ان هو يقول لك انا كده ايه وانا عندي الحوافز. حتى اللي انت اخترت لهم الجداد وديت لهم حوافز وكانوا بيجتهدوا على قد مقدار وانت سعدت السلقة منهم تاني. فالحقيقة كيروش تجربة حتى لو تعرف لو وصلنا كاس العالم هي تجربة مش 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 اللي كنت اعتمناها. الراجل ده مش جاي للكورة المصرية ده جاي لنفسه. على فكرة النهاردة هو في التمرين اعتذر عن التصرحات بتاعتهم بارح. وبرضو نظام فهمت بالخطأ. قال ان انا لما تكلمت تكلمت على ان اه عقدي بينص على التقاه لكاس العالم. لكن انا ما كنتش بتكلم على كاس كاس الامم موجودة او مش موجودة. طب احنا محناش اللي قلنا كده يا خواجه. مفيش حاجة اصيف فهمها خالص. نفكرك انت مبارح بس من اربعة عشرين ساعة. فجزية الخمسة دي قلت ايه. نشوفه. ان شاء الله وصلنا سيمي فاينال وفاينال كاس الامم. هنعمل ايه في العيد الاهلي. والتعارض اللي حصل مع معي كاس العالم. هذا سؤال مهم برضو وسؤال كويس. ومع صحيح معك. لا أعلم عن عمركتك. لكن انا سألطل في 40 سنة من خبرتي ومن مجال. لماذا سألطلت دوة ممتعاتين في الوقت. في 40 سنة انا سألطل عن نفس السؤال. لماذا سألطلوا من مسابقتين في نفس الوقت. ومع شكرا معك. انا وشاكي. نحن نحاول أن نجد انجد عثار. لذا نحن نحن نتكلم الوقت في الوقت. لكن فلسأة نحن نحن نتكلم كل يوم لترى كيف نتكلم في الوقت. ليس ممكن. لذا تحتاج إلى الناس الذين يسعون في المعضمات في الوقت. كيف سألطل جاءً أعطني أ vulgo أفضل لذلك شخصية أفضل لكي أسئل هذه السؤال الجرسية لا أعطني لأفضلي ونجرد كراسة الجرسية أفضل أن الأعطاء وهي تفضل أفضل مؤسس أنت لكم بما يزول بنافضل أفضل مؤسس الأمور أفضل مؤسسة أفضل لكي أفضل لتقدر أفضل كلاسية إن أجل أفضل تقدمت تملك كتابة تقابل أوروبا متوقفة تضع أفريكا من الناس أوروبا لا توقف أسانيا لا توقف أسانيا لا توقف أمريكا لا توقف هذا سؤال جيد لكن لا تجعل ذلك سؤال لأي لأنني أسأل أسأل الأشياء لأنني أسأل نفس السؤال لأنني أتمنى أن أسأل السؤال للناس لأنني أريد أن أسأل نفسك لأنني أعرف من الجرائد وأعرف زيك لأي السبب لك لكن هناك شيئا أكيد لأنني أصدقائك وأنني أصدقائك لأنني أرى بافاروتي أصدقائك في مكان في نيويورك و بارسلونة لأنني أرى بافاروتي يفكر في مكانين في نفس الوقت اللي هو بارسلونة بارسلونة طيب كارلوس كيروشنبير هتكلم في الجزئية دي بتاعت التعارض مع الكاس العالم للأندياء والأزمة اللي بينه وبين الأهل وموضوع كاس الأمم الأفريقية والتارجت منها إيه فهنشوف التارجت بتاعه من كاس الأمم الأفريقية إيه دلوقت لكنه في جزئية هذا الاشتباك اللي أنا بقول لكه لسه مستمر هو الرجل معاه حق للأمانة في الجزئية دي هتك باش منز ما نقول لك ديش الوعيد اللي بنطفق معاه ليه آه قالك أنا بقال 40 سنة ما شفتش كده أنت دلوقت عايزيني أنا والنادي نبدل الكراسي الأندية عندها مشكلة أو النادي الآله عشان مشارك في الكاس العالم الأندية محتاج أنا والمدرد بتاعه نبدل الكراسي عشان كل واحد ياخد اللعيبة محتاجين أننا نبدل الكراسي وما بتسألوش اللي صنع الكراسي صنعها ليه حطها ليه هنا وبيقول إنه كان من المستحيل يحصل ده في بطولة أمم أوروبا ده اللي بيتكلم واحد أوروبي عشان لما احنا تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا الأزمة دي يا باش مهندس هاني كل ما فيها استهانة بأفريقيا ولازما متسب رئيس الكاف الجديد يعرف إنه هذه الاستهانة بالقارة وبطولتها وبممثلة في كاس العالم الأندية حصل في عهده وما كانش بيحصل هذا التصادم والاشتباك الواضح الراجل قالك أنت يعني عايزيني أنا لو بدرب برشلونة أنا هبقى ناعي هم برشلونة وناعي هم المنتخب الأسباني أنا ليه فرقتي أو ليه منتخبي ومش مسؤول على الطرف التاني هو قالت عليك شوف يمكن أكتر مرة عارف يعني يحدد وجهة نظر واضحة في موضوع لما قالك هو إحنا ليه أعزين نتبادل الكراسي وننشغل كلنا نحط نفسنا في كراسي بعض ومنسألش أصلاً العمل الكراسي دي عملها كده لي دلوقتي وهو ده الحقيقة أنت حدف مشكلة عند ناس وحتى بتقولهم شو حلوها يعني أنت بتنفط إيدك منها بمساعدة المخدر اللي تراملنا إن أنا أفشروا كل نادي ليس متعرف مخل أن شكرت عليكم هي دي هات Salvira ما هذا تفتيرколь هو كل ما كلهمهم يقول لهم شيء تحددوها وتعيشوا معايا أنا تفسيري أن أحمد ميجاهد كان معاول علىه أي طبعا في وعد من انفنتينو هو انفنتينو اللي كان معاول ان في اجتماع هنخلص في الموضوع كان فاكر انه حيقدر يقنع سامول ايتو بتغيير المعاد بتقديمه ولا تأجيله ففوجي بصلابة الموقف بس هو يعني كان مصور كده يعني طبعا الحاجة التانية اللي هو بيعتمد عليها مجاد دي باستمرار ان الممثل المصري يخسر سواء منتخب او نادي ويريع بس انت عارف اللي اللي يكون فعونه بجد في الحزب دي بيت سموسي معني اه ما ليه ليه هو انا عايز اعرف هو هيفكر يجاهز يلعب بمين وهو مش عارف يعني انت هتفضل هكذا بقولك انا هتفضل معلق البطولة كأس الرابطة دي ربما تدير وبعض الحلول يجاهز اكبر عدد من اللعبة خليك وقيعي عشان ما تفجأشي وتبقى رايح مرتبك روح بالخطة بيه على طول العب كاس الرابطة بالخطة بقى بالخطة بقى خطة بقى بتقول ايه المتاح بس يكون في احسن حالاته وفي احسن دوافعه واحسن سيقته وكل ما جيلك حد يدعم اعتبره حيبقى اضافه لكن محدش يتوقع ان الاهلي حيروح فول تيم ابدا وفي احسن حالاته لا انه حتى ممكن اللعبة تجيلك مصابة يعني دي برضو محتملات أو محبطة أو منتاشية لو كسبت يعني مش هتبقى الحالة طبيعية لان ما تقدرش حد هدفين على هذا المستوى من الاهمية في تشابك لا يمكن انت عارف انت زي ما يكون بيعمل ايه بتعمل واحد بيخوض الليسانسة أو الباكاليريوس وبيعمل دكتوراه فرايح نقش الدكتوراه بكرة عنده بتحان الباكاليريوس ازاي يعني على كل برضو جزئية المنتخب وكاسة الامم الافريقية وهنا الفكرة ميستر كيروش مش قضية برضو انت حتلعب كاسة الامم بهدف ايه احنا لازم ان نبص ما انتاش عندك امشن واحد يتروح كاسة العالم يتاخد كاسة الامم ليه ما ناخدش كاسة الامم ونروح كاسة العالم بلاش ليه ما ننفذش بقوة على كاسة الامم ونروح كاسة العالم نسعى انفوز انا موضي لعبت ادلوقتي انا بقول لهم ايه يا جماعة انا بحرق من الضغوط باهمية المنافسة ايه الدوافع اللي حلعبوا بيها يعني الا اذا كان الغيرة الشخصية لاي لاعب ما بينزل الملعب يعني لكن انا ارجو انه كمان ما ينعكس عليه في التأليفات وانه يعتبرها بطولة استكشفية ما انت مشكلة بطول كاسة العرب بالنسبة لك كانت بطولة استكشفية كلها تأليف سواء في التغيير في التبديل في التشكيل في الطريقة فمش معقولة هتروح تلعب البطولة دي بطولة استكشفية انت كاسة العرب انت رح تقامل غير محترفين بس المنافسين بتوعك ايضا رحوا من غير محترفين الاجانب اللي هما تقال برضو تقال برضو ايه ده الجزاء لما هتاخد فول تيم هتشوف فريق تاني والمغرب ممكن يبقى كده وطو يعني هنلاقي فرق تانية غير اللي هتبت في كاسلة وهم حيلاقوا في متخب مصر برضو في بعض الاختلافات الجوهرية ما نضرش خليني هنا اقول لك ما في وجهة نظر تانية كابتن الجوهر يستخدمها في 98 انا رايح بركي نفسه وما بعدش احصل على حاجة وان الترتيب المحتمل لمصر في البطولة التلاتة كلام جميل بس كم يعمل لما نجح قال لك ده كان هدف لنا بشيل الضغوط من على العيبة لا بيدي نفسه كارت انه لو عمل اي نتيجة وصل دور التمانية تقول له كاتر خيرك انت ايه لها بيحمي نفسه لكن الكابتن الجوهري كان بيشتغل باقصى الطاقة ويعد احسن اعداد ويأخذ كل واحد احسن اداء بدليل ان الكابتن حسام حسن مثلا ما كانش راح في احسن حالاته فقز به يقدم واحدة من اقوى بطولاته ويرجع هدف الدوري هدف البطولة فانت قدمت قدمت كل اللعيبة بدوافع تانية انت خسرت المغرب وما تهزتش يعني انا عايز اقول ايه في المجموعة الكابتن الجوهري بطبيعته كان مناضلا مقاتلا فدي كان بتتنقل لعبته احنا شرحين لضيوف شارع احنا قلت للعلام كده عشان احميكم وما احمي نفسه بس تعالوا بنا وبينكم اقول لكم احنا رايحين نعمل ايه لا رايحين مش نكسب رايحين نقدم نفسنا بأحسن حالات وربنا وفقنا فوفقنا مشيت ايوه هو هو انت وانت فكر ان انت حد ضام النتيجة ويقدر ولك حنزل اكسب انما حنزل اقدم نفسي في أحسن حالاتي احسن حالاتي لو صدفها التوفيق حكسب فده اللي حصل لنا قدمنا مطشات كويس احنا مكسبناش بالصدفة احنا كسبنا بأداء مميز ورجعنا معانا نجوم جدد او جدد 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 اه فاللي انا عايز اقوله لك كان او كنت اتمنى ان يكيرش بس واضح ان هو خلاص كان صريح جدا انا جاي والله عايز اكسب المطشين دول بتوع تصفيات كاس العالم ولو ربنا وفقني شكرا اتعاشت ادوني وكفئتي انا بطلت وممكن جدا برضه يروح يقضيها في كاس العالم ما تطلبوش مني حاجة بقى انا وصلتوك وكاس العالم كفاء انتو هنا انت انت بتتعامل مع شخصية لا يتعامل معك على مستوى تموحاتك على فكرة عايز اقولك سر بالنسبة لكارلوس كيروش المهندس مصافة فاهمي قال لي كارلوس كيروش كان ممكن يجي يدرب منتخب مصر بعد كاس العالم تسعين وقال انه قابله في ايطاليا والكلام جاب بعضه فعرض انه هو بيرحب يدرب منتخب مصر والمهندس مصافة فاهمي قال لي ان انا نقلت الكلام ده للدكتور عبد منع عمارة بعد كده الدكتور عمارة رحب جدا وعلى ما اتصلوا بالراجل تقريبا كان راح تعاقد في حتة تانية اليابان ما كانش لسه بقى الاسم ده هو الاسم ده عمله لما كان مساعد في برشلونة وابتدى الناس يشوفه والمانيونيت و بعد كده المانيونيت راح عندها كبيرة وبعدين خد ماتخبات وصل بيها كاس العالم ربما كان وقتها عنده حاجة وعنده دوافع تانية ما هو سنه كبير كما كنت جيبت مانو الجوزيه على الاقل عرفنا يعني اذا كنت عايز مدرد بالنسبة للمانو الجوزيه وهؤلاء اللاعبين وهذا الجيل هناك كلام مهم عنه بعد الفصل أهلا بحضركم من جديد بمناسبة الكلام على المنتخب وعلى هل كارلس كروش يقدر يحمي لعبته من تأثير الرسالة السلبية اللي ضربها مبارح هل النهاردة اعتذاره ومحاول التوضيحه يخفف من وطقة حالة الإحباط اللي صدرها للشارع الكروي مبارح وبتكلم على انه كاس الأمم مش في بصلة الاهتمام ومش مطالب بالفوز بيها هل يتقال للعيب عكس كده الحقيقة كان سؤال مهم جدا في حوار شيق مبارح تابعته للزميل إبراهيم فايق مع الكابتن أحمد حسن الصقر والصقر له أهميته في المنطقة دي لأنه أكتر لاعب في تاريخ الكرة المصرية شارك لفترات متصلة مع المنتخب بالذات في هذه البطولة الصقر عنده أربعة كاس أمم أفريقية ده ما حصلش لحد إلا عصام الحضري بس يمكن كمان هو يفوق الحضري في إنه في 98 وبركينة فاسو كان له إسهام مؤثر في المنتخب عصام الحضري كان ضمن القايمة لكن عصام ما لعيبش مطشاط في المقولة لا كان نادر السيد هو الحارس لكن في أحمد حسن مؤثر في الأربع بطولات ده جايب جون وصلنا فينا جون اتدرس في امتحانات كوليد الهندازة لكن ما علينا سؤل سؤال عن الفرق بين محمود الجاري لما قال للإعلام وللرأي العام في 98 أنا رايح بدون هدف وما تستنونش منه حاجة والموقف أو الترتيب المتوقع ممكن نطلع الثلاثة عشر وبين كارلس كيروش واللي قاله مبارع كان رأيي أحمد حسن أنه الكلام هنا الرك على شخصية اللعبة وشخصية المنتخب لازم أن تكون حضرة وفضل الرجل يتكلم باهتمام الحقيقة عن تأثير شخصية اللعبة في جيل الكابتن حسن شحاتة على ما تحقق من بطولات وأهمية أن هذه الشخصية يجب أن تظهر عند اللعبة لعب الجيل الحالي واختص طبعا وجود ثلاثة من عناصر الجيل السابق سواء عصام الحضر أو محمد شاوي أو واق الجمعة التلاتة كان لهم دور كبير جدا وموجودين في الجهاز الفني دلوقت المعاون لكارلس كيروش فبيعنده أمل أن دول يقدروا يلموا ويقدروا يتكلموا مع الناس ويقدروا ينقلوا هذا الجين من جيل إلى جيل بس كمان النقطة المهمة باش مهندس الناس وهي بتوقف عند شخصية جيلة بوتريكا وبركاته واق الجمعة هو كل واحد من اللعبة التقيلة دي قبل النادي الأهلي كانت ظاهرة عنده هذه الشخصية هل محمد أبوتريكا قبل النادي الأهلي له حضور مؤثر في المنتخب هل كانت عنده هذه الشخصية هل بركات كان عنده هذا التأثير والحضور المؤثر مع المنتخب قس على ذلك بقى خمس ستة عناصر تقال كانوا هم العمود الفقري لتجربة الكابتن حسن شحات وضيف إليها طبعا لعبة تقيلة زي أحمد حسن زي عمر زاكي وزي عبزار الساقة وبقية العناصر الأسارة وحسن عبد الرب لكن محدش يقدر ينكر أنه الحضري وأبوتريكا وبركات واق الجمعة ومحمد شاوي وحسن مصفى في مرحلة ومحمد عبوهاب عليه رحمة الله دول عماد متعب طبعا في فترة مهمة جدا الفرود الأساسي اللي كان الكابتن حسن بيعاول عليه كتير كل اللعبة دي لازم يذكر بالخير الفضل للنادي الآلي وتجربة وقتها هي دي اللي نمت عند هؤلاء اللعبين مع مديرهم الفني منو الجزيه شخصية الفريق شخصية البطل شخصية رفض الهزيمة شخصية مواجهة التحديات والصعوبات أنا أعتقد ده المؤثر المباشرة بشماندس أنت عارف بداتنا فرصة ذهبية عشان نعمل مقارنة سريعة لما النادي الآلي جمع اللعبة دي اللي من المصري واللي من الترسانة من الدوري الدرجة الأولى والكابتن باركات والكابتن بوتريكا وكابتن محمد شاوي وكابتن إسلام مشتطر بعد كده وهذه التجميعة من لعبة مميزة جدا لو كيروش كان عمل مع المنتخب تجميعة على هذا المستوى وثبت وأطلق لنا التقاتل عند اللعبة دي زي ما جوسي عمل خلال ولايته التانية مع النادي الأهلي كنا نقول له أهلا بيك لكن لو كان جوسي عمل بقى زي كيروش مش كيروش يعمل زي جوسي وخد اللعبة دي وبعد ما جمعنا التجميع دي يروح محمد في بركات محمد في بوتريكا محمد في شوئي محمد ويغير ويجدد كان الشخصية دي لن تنطلق الشخصية دي انطلقت لي لأنك انت جبت مدرب كبير عنده شخصية عنده شخصية تقيلة وعنده كنترول الرؤية الفنية موجودة في الكتب أستاذ إبراهيم أي ماشي كم يعني لكن قدرتك على استخلاص التجربة وإفرازها بطريقة مقنعة أيوة زي المدرس الشاطر العلم موجود بس في واحد يقولولك بطريقة وفي واحد يكرهك في المادة واحد يحببك في المادة واحد ييسر لك المادة واحد يبقى صارم لدرجة أنك ما انتش عارف تجاوب غير بطريقته فلو جاي لك السؤال يمين ولا شمال أكد أنك ما ذكرتش فأنت اللي حصل إيه جوسيخ هذه اللعبة دي طلع من جواه أفضل حاجة وخلاهم اندمجوا مع بعض على هدف واحد ألا وهو مصلحة الفريق لو أن هذا كان سلوب عمل كيروش كان نجح وكان أقنعنا وكنا قلنا والله كويس أنه هو شاف حاجات احنا مش شايفينه لكن هو متردد هو نفسه قناعاته تشعرناه متردد في قناعاته ما هوش واثق في القناعات دي بيغيرها 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 وبعدين عامل بطريقة ايه أنا مليش كبير يعني بيروح للحاجات السوابت ويخبطك فيها ويهمد اللعبة دي لدرجة أن هي لازم حد أداءها يتزبذب فأقولك شفته بقى اركن نتمنى أن إحنا اللي يكون غلطانين وأن كنت أشك يعني أن الرأي العام كله في مصر يبقى غلطان وأنه يفاجئنا أو لعبتنا بقى بشخصيتها الذاتية ودوافعهم ذاتي وحبهم لبلدهم ربنا يوفقهم بإذن الله ويفاجئونا بأداء ونتائج يعني تخلينا نقول طب زا بعضه بس يا رب نوصل كاس العالم يا رب يوفق المنتخب إن شاء الله في كاس الأمم وبإذن الله تعالى التأهل لكاس العالم خاصة أنه الفترة الفصلة بين دا ودا وليلة جدا وده اللي كان لازم كارلوس كرش وهو بفرقة على التصريح بتاعه مبارح ياخد باله إنه علشان تطلع من كاس الأمم بأفضل حالة معنوية وزهنية حتفيدك في التصفية الأخيرة لكاس العالم لأن أنت بتكلم في مارس مباشرة دا كان كلام مهم جدا عن هذا الاشتباك الذي لا يزال مستمرا لكن يبقى هناك كلام كثير ب بعض متلسانه الأهل نعمة الأهل نعمة بجد وكل أبنائه المخلصين اللي عارفين الفضل واللي بيعرفوا قيمة الأهل سواء وهم فيه أو وهم براه لا ينكرون هذا الفضل كان تعبير مهم جدا الأهل نعمة كبيرة للشيخ طه اسماعيل نشوف أنا مبتكلم على الناد الأهلي أنا أولا بس حاب أقول كلمة صغيرة أنا طبعا بفتخر إن أنا الناد الأهلي مهم في الناد الأهلي أو لعيب أو مدرب نجم النجومة كابتة في الناد الأهلي نجم النجوم بحمد ربي سبحانه وتعالى إننا بنتمي للناد الأهلي لهذه نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى فالناد الأهلي يمكن أن يختلف كمؤسسة مؤسسة متزنة يعني من أكبر من أحسن المؤسسة الموجودة في الدولة الرياضية من حيث الرياضية من حيث الالتزام والانضباط والاحترافية كل هذه الأمور ممكن تسجع لذلك الناد الأهلي ممكن تأثير هذه الأمور عليه أولي عن أماكن أخرى ليه؟ لأنه عنده نظام وعنده لوائح وعنده مبادئ يماشى عليها وما بيتأثرش بأي كلام ممكن من المين أو الشمال وبتصرف وفق مصلحة النادي اللي هو يرتقيها بشكل كويس ووفق الاستقرار اللي يجب أن يكون موجود في النادي فدي بقى ممكن تختلف من نادي إلى نادي حسب مسألة تأثير شكراً لكم نعمة يشعر بها الشيخطة ونشعر بها جميعاً وشيخطة بيعول دايماً على اسلوب النادي الأهلي وفيها على فكرة جزء من قناعته بالشخصية التي يمنحها النادي الأهلي لأبنائهم من خلال قيم وتقاليد واسلوب عمل بينتقل بالتبعية إلى العمل المؤسسي أنت بتجيب ناس تحملها مسؤوليات تديها الثقة تفرغها بشكل كامل لا تتتاخل في عملها تديها الحماية فبتنجح فهو الشيخطة لاعباً مدرباً محللاً عضاً مسؤولاً عن التخطيط لكرة النادي الأهلي تقلت كل هذه المناصب وتمتع بكل الدعم الذي رأاه في النادي الأهلي وتمتع باستقرارية هذا النظام ومصداقية هذا النظام ما حدش بغيره أستاذ إبراهيم وأنا وإنت ربنا أنعم علينا بهذه النعمة أننا في مجالات أنت في مجالك الإعلامي أنا جزء معاك فيه وأنا في مجال تنفيذي آخر ربما تمتعت بهذا الكلام أنك التفويد والثقة ثم الحساب فبيخلي الإبداع يطلع عندك الثقة بتنعكس عليك بإبداع فأنت بتاخد الاستقرار بتاخد الثقة بتاخد النظام بتاخد الاستقلالية وبعدين عامل حساب المسؤولية أولا من خلال الرقابة المباشرة من اللي ادالك كل هذا ثم مصلحة الجماهير فالإبداع بيطلع وبعدين الناس تسمع منك في النادي الأهلي يعني أنت تقول فكرة ما بتترميش تتأخر ساعات في التنفيذ لكن ما بتترميش يعني أنا النهاردة كنت بزور الدكتور سعد الشالبي وكان فيه بعض مجلس الإدارة السيد محمد غزاوي وكان فيه اجتماع كده للنشاط الرادي وتجر الحديث عن تجربة الدكتور سعد من خلالنا في العملية فأعدنا نسترجع الانجازات اللي اتعاملت في إدارة التسويق ويعني قلت لهم يا جماعة الدكتور سعد لو طلع ما تم إنجازه من أفكار ودراسات صالحة للتطبيق والتنفيذ فيه حاجات كتير جدا قابلة للتنفيذ ولسه ما تنفذتش الدعم ما بيترميش يا سيد إبراهيم والنادي الأهلي بستفيد من كل هذا فأنا مع الشيخ طه قلبا وقالبا ويعني مش أثمن وأثني ومصدقوا وكل مصر عارفة هذا الكلام أكيد الشيخ طه قيمة كبيرة جدا لكن كمان هناك شهادات مهمة في نفس الاتجاه بعد الفصل ما تخافش على الأهلي أعلم بحضرتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طالما عند الأهلي القدرة على تفعيل الوصلة اللي بين الأجيال وما تخافش وما تخافش ما تخافش وما تخافش عنده العثارات اللي حصلت في التجربة اللي فاتت بس في النهاية منو الجزيه وهذا الجيل من اللعيبة عملوا أرقام كبيرة جدا معاها طبعا الناس بتنسى كل حاجات صغيرة أنا عايز أضيف على كلمتك دي بسرعة كده خلي بالك أن تجربة منو الجزيه جاءت بعد ما وصف أنه فشل لأن اللي لم يحتكر البطولات ولكن تجربة موسيماني جاءت بعد تجربة بناء على نجاح بينظر علينا التجربة العبقرية بالزبط منو الجزيه كان يقاص على مناخ لم يحقق النجاح الكامل فالإضافات اللي حصلت كانت مرعبة نقلة في حين إن موسيماني الحقيقة من ناحية النتائج عمل بشكل يمكن مختلف لكن الناس بقى حتة الشخصية والهوية وكلام ده محتاج تبان أكتر هل ده ممكن يبان بسهولة هل ينفع يدني هل الجيل الحالي يقدر يكرر اللي فات واحد من أهم نموذ ورموذ الجيل اللي فات عماد متعد نشوف رأيه مدى قدرة هذا الجيل على استعادة ما قدامه الجيل الماضي في توقعات 2022 في العام المقبل بتشوف إزاي هذا الجيل وهل هو فعلا اتبنى البنى الصح القوي اللي يدي للنادي الأهلي سنوات قدام ولا لا طبعا أنا شايف إن الجيل ده عنده فرصة ذهبية إنه يوصل للمرحلة اللي حراك كنت بتكلم عليها اللي هي فترة من 2004 2005 لحد 2012 ندل أهلي في الفترة دي أو 2013 حقق خمس دوري أبطال أفريكا أربعة سوبر أفريكا أو خمس سوبر أفريكا خمس سوبر أفريكي فأنت بتكلم راح تلات أربع مرات لكاس عامل الأندية خد تالت عالم فما بالك الجيل ده حقق في سنتين واربعات اتنين دوري أبطال أفريكا اتنين سوبر أفريكا اللعيبة دي النصائح دي النصائح أبضل جيل شخصية لعيبة تبدأ الوحدة ما يكتفوش باللي هم عملوه احنا اللي فرق بنا اللي فرق معنا في 2006 الجيل بتاع منتخب منتخب الأول 2006 2008 أو 2010 ان احنا كل يوم بندور على الحاجة أحسن كل يوم بندور على الحاجة أقوى فأتمنى اللعيبة والجيل اللي موجود في الناد الأهلي يحط قدامهم الفترة بتاعت 2005 وال2013 ان هم عايزين يكسروها عايزين يعدوها الكلام اللي قاله كابتن متعب في منتهى الأهمية لأن هنا عمل حتة اللي احنا عمليين نلمس عليها بس ما رحنا لاش بالشكل ده لما قال لك احنا في جيل 2006 مع المنتخب راحين بالشخصية هو هو الجمال في الموضوع ان هوية ولعيب النادي اللي قال عندما توجهوا برفقة زملائهم من النجوم العظام من الفرق الاخرى والمحترفين بالخارج الى المنتخب عملوا اللحمة عملوا الاضافة مع بعض ما لقوش حد يعني الكابتن حسن شاحته ما رحش متار بس دماغه وعشان يباني ان هو العمل وهو لسوا رح مفاركش الليلة دي وابتدى يعمل منتخب من فراغ ما جابش ورع بيضة لا ده جاب ورق متسكن وبنى عليه فاستطاع ان يحقق هذا ولما تربط ان نجاح الاهلي في 2006 وتالت العالم مع نجاح المنتخب في نفس المرحلة تلاقي علاقة مع المنتخب يبقى المنتخب والنادي عملين بيسندوا بعض والمنتخب بيعلي لما تروح لأ2008 هتجد نفس الشيء النادي الاهلي قد توجه الى كأس العالم وكسب المنتخب نفس الشيء هي هنا العملية يبقى انت بتشتغل على عمل منظم مش عايز تقول لا انا حبتدي من اولي ساطر عنه كنتوا كنتوا ماشيين غلط اللي بيحصل دلوقتي مش هو اللي كان بيحصل فلم نستفد من فوآن هذا الجيل مع زمايالهم ما بقولش النادي الاهلي هو كل حاجة كان لكن كانت تجربته يعني عمود الخيمة في الموضوع وده على فكرة الكابتن حسن شهدت نفسه ما كانش بينكره ما حادش كان القص لما انت بتضيف علي غلما تلغيني وتهديني بعدين تبتدي من فراغ وتشوف غيره غيره اللي حصل في كاس العرب كان هدم لتجربة النادي الاهلي للأسف لكن مع المزيد من الدعم لتجربة بيتسو موسماني مع الاهلي مزيد من الدعم الجمهوره لان الحياة الدعم الجماهيري اللي اللي اهل الجهاز الفني وقت منو الجزيو اللعيبة النجوم الكبار هو ده اللي صنع هذه الشخصية وهو ده اللي نمى الشخصية كل واحد فيهم قبل النادي الاهلي ما كانتش ملامح شخصيته واضحة بالقوة دية لكن صنعها الاهلي بيحمل اللعب المسؤولي دي دلوقتي ده الدور اللي على اللعب الحاليين سواء اللي في الاهلي او اللي في المنتخب شخصية البطل دي مسألة مهمة جدا رغم ما قاله كارلوس كيروش نتمنى انه شخصية البطل تظهر في الكامل وانه منتخب ما بين الاهلي في كأس العالم للاندية وبين المنتخب في كأس الامم الافريقية وفي النهاية المصلحة واحدة دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله تسبوع لك